بعنوان عريض وبهدف رئيسي وهو إخراج المرتزقة من ليبيا تتواصل اجتماعات لجنة 5 زايد 5 بجينيف وبرعاية أممية لبحث آليات لتحقيق ذلك إذ يتحدث عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5 زايد 5 فراج السصال الأحرار على أن لقاءاتهم بجينيف تتضمن دراسة وضع خطة تضمن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد مساعي اللجنة في إيجاد آلية لإخراج المرتزقة تتزامن مع تأكيد أممي بمدى تعقيد هذا الملف كما جاء على لسان مبعوث الأمم يان كوبيش الذي قال في كلمته عند انطلاق الاجتماعات إن ملف المقاتلين الأجانب يعد مصدر قلق للمنطقة وللمجتمع الدولي ويضيف كوبيش لحديثه التجديد على استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بكل قوة لدعم اللجنة العسكرية في خطتها لترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية عبر إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منه بإشراف من قبل اللجنة فيما اكتفى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالتعبير عن آمال واشنطن بمواصلة اللجنة العسكرية البناء على التقدم الذي أحرزته اللجنة ومعتبرا في الوقت ذاته اجتماعات جينيف فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا على حد قوله ورغم هذه المساعي الأممية المدعومة أمريكيا نحو إخراج المرتزقة من ليبيا فإنها قد تصطدم بواقع مختلف على الأرض في ظل وجود عسكري روسي عبر الفاغنر الساعي لإيجاد موطئ ثابت لهم في البلاد فبأي تصور سيخرج المجتمعون بجينيف لحل أكبر تحدي تواجه ليبيا قبل موعد الاستحقاق الانتخابي